اشتركوا في القناة 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 ما هو المحجوز؟ كراتس ليس لرتياري لورد دبابات ومدافع وطمهاوك لا، كراتس ومناشير وجرائد سرية وانا كنت نكتب في العام التونسي اللي هي كانت جريدة سرية معناها الوحد تضرب في مخه قلت شقدين نعمله هنه شقدين نعمله هنه معناها حاجة ما انفت فليك هي تونس معناها هي عاشت تحت من السحابة الداكن ولكن عرفت ضرار إكلرسي من إكلرسي وصنب سنبا سنبا من إكلرسي هي سبع 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 من كونت فيها الراي والرابطة تنك شكرا وخلينا نقول يا ربي نبدل شوية المطا أخوة في تونس عندنا جريدة حر بكري وانا نتبع في السي محمد مالي عمله هكذا ما كان بحذانا في البرج معنا في البرج هو قصير وكومبانيون انتي متاع محمد الكيرين وقصير وقصير وقت تقبلي للغاية وقصير 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 كان رئيس تحرير أول جريدة حرة في تونس لكن في السجن الجريدة الحرة الوحيدة التي أعرفتها في حياتي في تونس في السجن شوفوا البرادوكس جريدة هذه اسمها كل شيء مربوط ببعض وعندها طابع غزلي احنا كنا ساعة نعمل وضراء بجوع متحسين القاملة القاملة ما تعرفوا ثم كرسوحة زيت وبعض اخطاء كامل من خمفوس تعالفو هذا ما هو الخمفوس واحد يقول عدش بيت موه بروتيين نعمل وضراء لتحسين القاملة عد ما بطسي محمد المعالم قال بدأها من الفيت نعم للخمفوسة لتحسين القاملة واحنا نحضره فلو الغراء احنا نحضره احنا نحضره احنا نبدل الوحد الموقف قلت كانت جريدة مفتوحة كانت منبر من لا منبر لها وهم يقولون وصوتا من لا صوت له وهو سلط في الحاج بعدها يشت كانت منفتحة سواء في مستوى هاي التحرير او في مستوى الاقلام اللي يكتبوا فيها على اقلام حرة عديدة وسمحوني نذكر بعض اسماء للسادة كما سي مختار تريفي كما سي صالح الزغيدي المرحوم الله يرحمه مناس تحب شرحة مالي الله يسامحه سلط في الحاج سي صلاح الدين الجورش سيفوزي بن مراد الله يرحمه زاد الصحبي لوهايبي يبسام بو يونس بونني يناجي جلول كان مايا مايا فيها التحرير منتدى حكوم بالحق كان مايا عب نبدل الكلمة كان عند هاي بايس وكان وكان النجم يقول لا خليه يقول لا سيمونجي قاعدين يخذوا من وقتك هذا المرح لانا اسمعني انت تصالت تصالت عليها في الضغط وفي الرقاب وفي التضييق وشينا الكرونو قاعدت هذا الكرونو قلنا سيمو حمد كيلان وسي خالد لك ليش يقولون وسي خالد هم استعدنا منصر الصغير ولاد أحمد كان يكتب تفاصيل صفحة الأخيرة سيادم فتحي السوف عبيد معناها هذا كان عنوان وعلامة لانفتاح متاح قلت أيضا الموقف كانت في قلب الحدث كانت في عين الأعصار كما يقال وهي بمعنى معاني حاظنة لتاريخ الصراع المريء الذي خاضه المجتمع التونسي ونخبه الحية من أجل الحرية والكرمة وهي أيضا تاريخ مقاومة مقاومة للتضليل الأعلامي مقاومة للتعتيم وإقامة الحجاب السميك في الأعلام مقاومة للصنصرة مقاومة للرقابة مقاومة للتضييق والتعليمات من فوق وهي كانت تعليمات زي من تحت الأرض يقول له التعليمات من فوق وبرب من فضلك ما تحرز نيس ما تقول لك سسكو ما تحرز نيس وقطع الأرزاق والاعتداءات الجسدية والمحاكمات المازلة خلينا نقول لكم كلمة بربي دي ما مرة أخرى مسكينهم زيادة في جريدة الكترونية كلمة عام ظل 2003 و2004 حكمه في السادة كان بثمانية شهور سورسي ترى شكون منكم يقول لي علش نصب هاي تهريب عملة ومزيادة تهرب في العملة آآ هذا رأي تمهيد ترتاق وقتك بشو قولك ها أنت تتصرف في وقتك أسماني بش نتوقف بشكل برقي عند أهم المحطات أو المعارك وطبعا بش نتوقف عند الموضة بيغة واخ متاء الصلط والأمن في مواجهة الموقف والمعاركة المعاركة 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 السلطة على المعاركة 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 الأولى هي معاركة الحريات والحقوق وأنا ما نطولش عليكم فيها أنا تحسوا بها ترابير مختلف في الواحد ولكن المعاركة هذه هي تتعلق بحرية التعبير والعلام تتعلق بحرية التنظيم والتظاهر وتتعلق بالمحاكمة العادلة بالعفو العام إلى آخر إلى آخر إلى كل مناء فيه إضراب الجوع الشهير منتاع أكتوبر 2005 شاركت فيها أنت ها شوف العنوان متاعه ثلاثة كلمات حرية الأعلام وحرية التنظيم والتظاهر والعفو العام ثلاثة كلمات وزمع ضربوا آسف ثلاثين يوم وهو المعركة ذارية أنا وميا والأخ عسام نمسيوا لفك الحصار عليهم نشوف قدس والله ما يشع أثبتني الكلمة ما يمكن نقول قدس رذال نهار جاء سفير بريطان نمسيوا وانا وميا كل يوم نمسيوا الصباح نلقاهم يصدونا قلنا ما نشفاكين إلا ما ندخل وصلوا يزونا بالمرأة بعرا سفير بريطانيا أخلاو المجال تماما داخل نمسيوا قلت لأتو نمسيوا ما نشفاكين قلت نمسيوا نمسيوا وصلنا من وقت تفك الحصار وتحل والت الطام والعام داخل خارج والت اعن جران موفمان وقعد قد أنه كان أحد العلامات الفاصلة في الوصول ل سبعتاش أربعتاش المعركة الثانية الكبرى هي معركة الاستقلالية وما أدرك من الاستقلالية أما أولا الابتحاد العام لطلب التونس خاد معركة الاستقلالية بتاعهم من 72 أو 70 تحذرني حاجة أنا شوف الانكور انفاء يعني ما قول صخرية الأقدار ولكن البرادوكس سيلح بيبعشور وقت أول هادي نويرا في استاد متاع المنزا هادي نويرا عاية الطلبة بيادق وسيلح بيبعشور يقول كيما الماوي في الصين ماويست احنا في تونس بورقي بيست بالحرف شوف المتاع الوطنية ومؤتمر المصالحة مع البكوش إلى آخر مؤتمر صوصة مؤتمر 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 للقضاء تتذكر بكلكم يعني المتاع مؤتمر معنى سيستماتيك للقاضيات الفاضلات وللقضاء الأبطال الوطنية السيد اليحياوي خرج مؤتمر 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 على وضعية القضاء ولكن لا عيد مشكل كتب الفمن هذا عجل الرجل قطع رزقه وخوه وعيالته حاجة معناها مغادي انطلقت معركة استقلال القضاء واللي وقفت فيها الموقف موقف يعني متع طاقتها ومتع متابعة يعرفوه قراء الموقف الكل ثم قليم آخر وهو مكافحة ارتباط حزب الدولة ودولة الحزب القلمة كان من اختصاص ترشيد كان يجمر ويفلي ورق تنقار في الموقف ديما الوالي الفلاني وكشاك اللحمر هذا تعرفوه اتذكره لا عاد اللحمر على اللول وبعد البنافس تجيء يعني الوالي الفلاني اللح ذر اجتمع التجمع ومعط مد الفلاني واستعمال وسائل إدارة وما إلى ذلك إلى آخر فضح وتشهير بالحقيقة هذه وبالواقع على المرة إلى درجة أنه ساعد تصل به الأمن لأنه ما تصلوش بين السياسة تصلوا بين الأمن برب يا سيفلان قول السيرشيد يخف شوية معناها تلم ثم فضح يسيف لدران ما نزيم نتكلم عن الموقع نتكلم على الموقف ونصرة القضية الفلسطينية هذا أمر قار عنه هذا وخلين نقول لكم ها من الضد ليود أنا واحد من الناس كنت نحبهم وتربيت معهم وجيراني وتخل دار ودخل دار والله يفرحت كي سمى يوسف الشهد ها الترابلسي وزير لكن قدش أحزنت قدش أحزنت كي سمعت شقال معناها يهاجم في النخبة التونسية في المجتمع التونسي الرافض للتطبيع مع اسرائيل وشنو الثنية يختار فنتم جنوب فريق بعد 450 عام بش تحرد بالمقاطعة بالمقاطعة تحرد نحن نازل وقد يطول بين الأمر تحرد 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 أمر محزن هذا هو الذي نخاف من تعينه ورغم أرجع تخاف تحرد على الحكم صدقائق أخرى لا 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 تحرد حاول أفهم الله لا لنأخي وراني حسبت كورونا هاية عام الكورونا متاعي يعني خلينا نتكلم على زوز أحداث لكن خلي الآن السياسي على جهة حكينا على الصحافة وعلى تجربة صحافة التي كما نحكي لك 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 على زوز ملفات هامة جدا ومرتبطة بعضها ملف الحوض المنجمي اللي وكبته جريدة الموقف يعني طولا وعارضا بل كان لدينا مرسل على عين المكان تابعنا أحداث يعني اللي قتل روح ويش يسميوه الانتحار ما سميه بل انتحار وحداث القتل والجرحة والاعتقالات والمدامات والمواجهات والمحاكمات تابعنا كل هذا أول بأول خلينا نقول لكم ميت الحدث العظيم هذا ونعتبر البرمي ديتوناتر منتاع الثورة الثورة الحرية والكرامة عملت أنا في مقال باراليل بين أحداث جدة عام سبعة وثلاثين في أحداث القتل وفي أمال باراليل المونيطوار وقلت حذار بعد سبعة وثلاثين يأيو ترانة ويت وبعد الدماء اللي ثالت في ترانة ويت ليأيو سنكانده واكل أمورهم شاب الحدث للهام الثاني هو ملف المناشدات المناشدات على بك دقات طبول ليس الفرح المناشدات يعني من 2005-2006 سبعة وثلاثين وعلى اطلع المناشي بعد المناشي حتى 75 عام وحل ثنيه قدامه وبدت المناشي يبقى يناشد اكثر في الصباح وصيد تعبالسي بالحسن في الشروق وطعبير وآلاف التوقعات وشكوني يغلبك ينقلت مكسكي ومعرفين وضعيتو الرئيس بن علي وانو ينغاني 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 مم بل فم الرئيس حرام الرئيس كانت رئيس منظمة عربية في الاذاة والتلزان تسمع الاسم الرئيس حرام الرئيس لا تفهم هذا الرئيس حرام الرئيس ومن هنا 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 الشركات الزيت وقفوا معنا الحقيقة شدت انتباه الرأي العام وشدت انتباه الديمقراطيين وقفوا معنا الكل التلقائية وحتى الأوساط الديبلوماسية كانوا يبعثوا في مبعوثين لمراقبين بشتاب وتاقم المحامين أيضا اللي كان على رأسهم سيري ذا بالحاج يذكروا بالخير لكن كل حاجة في بلسطة كل حاجة في بلسطة نحب المناسبة هذه نشكر القاضية رئيسة المحكمة ما جرتهمش في الثنية متاحه وبرك الله فيها ولا ما نعرفش اسمها هذه ثمانية من 12 قضية للموقف نحن نتكلم نحن نتكلم بعد ثلاث دقائق مثال نحن نتكلم ثلاث دقائق نكمل أنا نتكلم نتكلم أموت لتقائق برق نحن نتكلم نحن نتكلم نحن نتكلم لعفو 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 نحن نتكلم على المدى وبيغة وقبت طاقة ببير بالمار يعني عندهم الموقف بات كدو وبش يخنقوك يعاول هو حرمان من الدعم ليس حيفة قانونية انت بحز وكان في التطبيق قلنا كم شات حزو أخر يفترض تتمتع بالدعم عاملوا هكا يحصروا الدعم كان حزبتها البرلمان شوفك الاستثمار في التعددية وجمعت البرلمان ممتع صردوسي أمني وكلنا نعرفوه ايضا الحرمان من التعويض على الورق يعاوزوا 60% الموقف محرومة منه الحرمان من الإشهار والإشهار كان في يد شكون في يد لا تسير ولا تسير شنيه هذا الصندوق الأسود متاع الأعلام مركز الفساد الأعلامي خلينا نضحكوا بربي طرف أنا وثائقي بشيحكي لك عليه بالتفصيل بربي خلينا يقول هذه نقطة لم تفغيز تطاع اسمعني يجينا في الانتخابات موسيو السوق موسيو السوق أنا فكرين إحنا صغير لشيفر دي موسيو السوق يجي موسيو السوق يقول لموين المازمتاو يقول يقول لما تخافش لا تسير هي المازمتاو أو سعدنا الرقب وعار على الفرنسي الرجل ذاك هم هذي لاتسير دور القذر متاح هم من هناك ما كلتش الحرمان هذا الكل تعداول الرقابة إداءة القانوني ورانا نتيجة الحرمان ذاك ونخرج 16 صفحة ونخرج 4 صفحات وقفناش 4 صفحات ما ونفس السوق والناس تشري الرقابة الإداءة القانوني أو الإداءة القانوني معناها الشبك الموحد لحفظ الذاكرة هذا يفترض أما هو يدوم بين 24 و72 ساعة حتى الداخلية تعطي الترخيص يعنيها حالة مقربة المطبعات هيهبل ونحن يفوت تاريك السوق خاطر أسبوعي يفق لكناهرين فات السوق متر العدد عملنا ضراب جوه أنا السرشيد خشان عن الموضوع هذا بعد ضراب مية ونجيب اللي هو زادة على نفس الموضوع ونجيب قولكم كيف شوف نهار 15 يوم بعثونا عدل منفذ بالواحد أو سلمناكم الواحد سلمناكم العدد 15 يوم مني مية بعد رفع رفعنا لا 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 بعد ما يقول هذا الحزب في طور التوزيع طور التوزيع نوزه كذلك يدور عمك الداداء يصول وجول الداداء هم اللي يلقاه الفوق يعمل الموقف يسمع الدراج يتسمح معلوم والموقف لا ودوريات أمنية تمر داداء ثبت هذا الكل ما كلش آخر طب الكين ما هو آخر طب الكين قلت أخرجنا من مقر الجريدة بعنوان أنكم تستعملوا فيه لأغراض أخر الضرعب وقت وقع الشعير طعمية ونجيب فاتوا 33 يوم يعني آخر طب الكي قلت الزياني هو المالك البرا الداداء والداخل الزياني معناها يطردون يشاردون نهار يوم الضرعب أنا واقف في وقت نرعش وقلت 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 مخطر وقلت نرعش عليهم نمشي لسي الميا هذه مغلدة نمشي نمشي نجيب مزال يقول يا يا منجي إنما النصر صبر ساعة نهار هنا نمسوني وقفت في الشباك البوليس امتعنا الوطاني عملي هكا قال سيئ قلت شنو قال لي بنذي يا كلمه وقل آخر كلمة على الموقف وثورة الحرية والكرم يوم كلمتين ليه على خاطرة وقايا على الثورة كلنا عرفوها والموقف كانت تتمتع بشبكة من المرسلين في معظم الجهاد وغطينا التحركات وغطينا المداهمات وغطينا أعمال القتل وغطينا أعمال الجرحة والمداهمات والاعتقالات والمسيرات والشهادات قمنا بكل هذا الموقف غطاتوا وسمحوني وقتها في غفلة منهم ما مش لهين من هذا وقت معناها الضرب عادي نحن فهم الموقف قامت بالدورة والموقف احتضمت ندوة صحفية لللجنة الوطنية للدفاع على أهالي سيدي بوزيد وكان فيها نقابيين وإطارات الجهة ومن جملتهم ساعتها العثموني ساعتها العثموني ساعتها العثموني كان معرض حياته للخطر كان يتصل ويعطي أول بأول للإذاعات وللقنوات وإلى أخير معناها قايم بجعد بطبيعة الحال ما جانا حد حد كونش الجزيرة والشاس ملاخر صاحبنا انت على اف بي والاخر واحد انت جريدة عربية ما ما جانا حد الكلمة 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 لا الكلمة على الثورة وصد الكهو الكهو كهو 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 عني هسilos بقول كلمت الكهو كلمة كلمة لالرد لكلمة ثورة وعلى مثلا كلمة ثورة ثورة مضادة أنا أكد أن الشعب التونسي عاش قطيعة وثورة سنة 55 و 56 والقطيعة الأولى وعاش ثورة وقطيعة ثانية عام 2011 ويقول ولي عندهم يقول يتفضل يحكي معي مهما كانت العظمة العلمية متاع أن الثورات تندلع اسمها ما يحكم فيها حد الثورات تندلع تندلع وقتاش في ظرف وقت الحاكم ما تشي قد ما تشي نجم والشعب حتى كان يحب ما تشي حب قال القاوري ننبو بلو وننبو بلو وحنا وصلنا للحالة هار وغبت الشعب التونسي كما قلت لكم مزوز حدث هذوكم كي هم تخيباري هبط الشعب التونسي بمئات الآلاف مش لعبة وليلا نهارا وأطلق الشعار الأقصى هم ثلاثة شروط الثورة ثلاثة معايير الثورة في العلوم السياسية واللي عنده كلام يتفضل اطلق من طرف الشعب الثائر للشعار الأقصى شونه الشعار الأقصى الشعب يريد إسقاط النظام وهذا يناقش فيه حد حتى واحد يقد يناقش الشرط الثاني أو المعيار الثاني هو أن الجيش يقف على الحياد بين الثائرين وبين الصلاط وأنا نقول لكم الجيش التونسي يقف على الحياد حتى الإيجاب وحمى المواطن التونسي والثائر التونسي من تطرف الأمن وهنا الشرط الثاني والشرط الثالث هو تغيير النظام وهذا سقوط النظام وتغييره وهذا حصل ترجمة نانسي قنقر